موضوع قديم جديد هو موضوع جبل النفايات في مدينة ترابلوس شمال لبنان فهذا الجبل الجاثم على الأهالي من دون حل رغم فتح الملف قبل سنوات يثير مخاوف ناشطين من انفجاره معتبرين أنه قنبلة موقوطة ستتسبب بكارثة في المدينة نحن لاجأنا للقباء مزودين بمعلومات مزودين بوثائق تقول بمدى الضرر الذي يتسبب به المكب الأديم ومدى عدم تطابق المطمر بين هلالين المطمر الصحي الذي كان مفروض يكون من أن يكون مطمرا صحيا في ترابلوس لذلك رفعنا دعوة لرفع الصوت أنا ما بعرف تقنيا لكن أنا بعرف أنه إذا فيه متن إذا فيه غاز فيه خطر انفجار ممنوع يكون فيه شيء معرض للانفجار ولا مسؤولية للمسؤولين عن هذا الأمر تؤكد دراسة لمجلس الإنماء والأعمار أن لا انبعاثات غازية في جبل النفايات أي المطمر القديم المقفل منذ العام 2019 ولم تتكون الغازات بعد في المطمر الجديد المرشح للتحول إلى جبل ثان أما الخطر الحقيقي فيتمثل في الانهيارات التي يشهدها الجبل الأول وسط معالجات على القطعة كبناء سد صغير أو جدران رملية للحد منها من سنة 1990 تقريبا وما قبل كان مكب عشوائي 100% بعدين أخذت البلدية قرار بأنه تنشاء مطمر منه صحي كامل ولكن منظم هذا كان المفروض أنه ما يكون ارتفاعه أكتر من 14 متر وصل الارتفاعه لقريبا 50 متر بلشت بعد منها يصير بعض التسلخ بوجود انهيارات بجبل النفايات لحيكون في مراهة انبعاث للغاز بشكل أوي كتير الواقع البيئي حيكون كارسة كبيرة خطة كثيرة وضعت ولكن مشكلة النفايات تراوحت في مطامر عشوائية يبدو أنها تحظى على رضى المنظومة الحاكمة بما تؤمنه من هدر لملايين الدولارات خطر انفجار جبل نفايات تراوبلوس في عحدة القضاء ولكن وجود هذا الجبل بحد ذاته هو فصل ساطع من فصول الفساد الذي منع حتى الآن تنفيذ خطط علمية ومستدامة لمعالجة النفايات ليس فقط في الشمال إنما في كل لبنان كلودي عبي حناء الغد نوترابلوس شمال لبنان